رولز رويس واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً إذ يبدأ سعرها من 255 ألف دولار وغالباً ما يملكها أبناء الطبقة الإرستقراطية التي اهتمت بهذه النوعية من السيارات الإنجليزية الفخمة منذ أيامها الأولى لكن في الصين مشاهدين قرر ملياردير شراء هذه السيارة الفخرة لكن ليس بهدف قيادتها بل لوضعها ديكوران في منزله نعم مشاهدين هذا بالفعل ما حصل فقد وثق مقطع فيديو متداول عملية درامية تم فيها رفع سيارة رولز رويس جوست إلى شقة ملياردير صيني في مقاطعة فوجيان وأظهر المقطع السيارة التي يبلغ وزنها طنين ونصف طن وهي ترفع عند أحد جواني بناطحة سحاب للوصول إلى الشقة الواقعة في الطابق الرابع والأربعين ونظرا للوزن الهائل للسيارة قالت الشركة التي تولت تنفيذ عملية الرفع إنها تطلبت تجارب دقيقة لإتمامها بنجاح وبالفعل وضعت السيارة في قفص حديدي مصمم خصيصا للعملية واستخدمت ثلاثة كبلات فولاذية من أجل رفعها هذا المشهد مشاهدين أثار استغراب العديد من روادي منصات التواصل جون فاريا قال هل أصبح وضع الأغنياء سيارات في غرفهم موضة جديدة أما لويس رودريغيس فيقول إن ما فعله الرجل هدر للمال وأمر غير عادل بحق هذه السيارة المبهرة فبرأيه يجب أن يقود الرجل هذه السيارة في الشوارع ويظهر كم هي رائعة